البلاد اليوم اليوم مع جيهان علوان مرحبا بكم في برنامج البلاد اليوم موازلنا مواصلين معاكم في فقرة كلام في السياسة نستقبله الناشت السياسي سيد لطفي زيتون مرحبا بيسي لطفي شكرا على قبولك الدعوة يواصل معايا الحوار الصحفي بجريدة الصحافة مراد على الليلة مرحبا بيك مرة أخرى إذن نحكي معاك سيد لطفي اليوم على الأزمة السياسية الراهنة بين رأسية السلطة التنفيذية بين القصب وقرتاج أو ما يعرف بأزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدود بعد التعديل الوزيري في 26 جن في الفرد آخر تطورات البارح رئيس الحكومة يقوم بإعفاء خمسة وزراء من المحسبين على رئيس الجمهورية والرئيس قيس سعيد يوجه مكتوب مطول لرئيس الحكومة التهم من خلاله هشام الشيشي بخارق فصول من الدستور ذات علاقة بالتعديل الوزيري قراءتك أنت للأزمة الحالية وشكون اليوم اللي تحامل المسؤولية في استمرار الأزمة هذه شكراً للتعوى مرحباً نحن قدام أزمة أزمة سياسية بدأت تحول إلى أزمة دستورية السبب فيها الرئيسي هو الدستور هو الأخلال اللي في الدستور واللي توعنت نحن من 13 وقت اللي الدستور كان يكتب نبهنا له أنا وحد من الناس كتبت وقته في 2013 وقته على التعليق على المسودة قلت هذه تتسبب في تعطيل الحياة السياسية وبشتسبب في انهيار اقتصادي واضح يعني وقت اللي تجي تقسم السلطة التنفيذية إلى رأسي بسلاحيات غامضة فماش هدود واضحة طبيعي بشتصير أزمة وهذا حتى وقت اللي كان الدستور ذاك اللي بعد الثورة اللي عملوها ذاك القانون المنظم للسلطة كان فيه نفس المشكلة وتسبب في مشكلة بين عمد جبالي ومنصف المرزوقي وتسبب في مشكلة ومنصف المرزوقي بعدين الدستور تسبب في مشكلة ما بين سلباجي لانهيار حبيب الصيد وبعدين ما بين الباجي و دي ما كانت فهمة أزامات بين رأسي السلطة التنفيذية وزيد معناها الخطأ الجسيم وبدأ يرتقي إلى مستوى الجريمة تتكبتها كل الطبقة السياسية هو غياب المحكمة الدستورية للدستور بما أنه اللي كتبوه عارفين اللي هو معناها فهم نظام هاجين وشبه شبه وممكن يسبب مشاكل عملوا مؤسس بش تحكم ما بين السلطات منصوص في مهام المحكمة الدستورية أنه التحكيم بين رأسي السلطة التنفيذية إذا صار خلاف بناتهم ونص دستور قليديا المحكمة هذه من المؤسسات الضروري أنها تتقام سنة بعد أول انتخابات لأنه الناس عارفة لي بش تصير مشاكل 2015 نحن توف في 2021 استثناء المحكمة هذه مفاماش البارح آخر جلسة اللي سماوها هذه خليط الأزمة فأنت نوباهي أنه في البرلمان مناه معبر ياسر أنه فيما توف في البرلمان عندنا خليط أزمة معبر على الوضع فكيف كيف أجل الموضوع مناهما شفوش أنه الموضوع عم يستحق أنه يتعمل يتعمل بسرعة فلتقول أنت المشكول المسؤول المسؤول هو من ناس هو الحاجة الناس اللي كتبت الدستور واللي توف مروا من الافتخار الشديد والسب والشتم أي واحد يتعرض للدستور هذا ينقضه ولا يقول هذا الدستور فيه مشاكل خاصة في النظام السياسي متاعه إلى أنه التوقف إلى التوقف دات الناس كل مقتنعة أقال للدستور هدايا معناها ممكن يوصل البلاد إلى كارثة ونشوفه الأزمة هذية متع التحوير الوزاري الدستور الوحيد في العالم اللي ما يتحدثش على التحوير الوزاري ما يتحدثش مفهمهش وما يتحدثش على انتخابات السبقة لأوانه معناها البلاد يجب أن تمشي بالسيف هكذا معناها واحد يقول نهبتو للشارع واحد يقول مش عارف شنا عملو كل واحد يقول ما نشعر فيه نحن وقت اللي تتسد الأمور تتعطل حياة السياسية والبلاد معناها تولي الدولة مهددة فمتن كيفش نعملو ما فماش ما فماش حتى طريقة لإجراء انتخابات سبقة لأوانه واللي نشوف أنا الوضع هذا يعمل واحد من حلين أما الناس تقعد تجلس السلطة المعنية بالموضوع تجلس وتقدم تنازلات الضرورية باش الدولة تستعيد الوحدة متاحها وتستعيد العمل متاحها الطبيعي وإلا انتخابات نرجعه للشعب تسدد الأمور نرجعه للشعب نعمل انتخابات جديدة تترجم إلى حكومة إلى حكومة جديدة هذا الحل الثالث اللي إن شاء الله ما نوصلولوش هو أنه فما ميكانيزمات في الدولة يعرفوها الناس المختصين في العلوم السياسية يعرفوها تشتغل الميكانيزمات هذه باش تمنع الدولة من الانهيار وباش تمنع معناها الوضع يتحول إلى فوضة وإلا إلى تصادق لكن اليوم قدت النظام قلت نظام هجين وشتت السلطة بين ثلاثة رؤوس لكن اليوم النظام هذي نظام شبه البرلمان المختلط معمول به في برشا دول يعني علش المشكلة في النظام علش ما تكونش المشكلة هي في الطبقة السياسية اللي ما عرفتش تطبق النظام هذي وإلا كل سلطة حبت تتغول هي بالنظام وإلا تمارس أكثر صروحية فهم جزء في النظام وقت اللي يولي الدستور ما فيش حديث على تحوير وزار تقول لي أنتي الطبقة السياسية ما فهمهش طوال الناس تقيس وانا باهت اللي فهم الخبراء على الأقل المحترمين قالوا الموضوع السياسي ما عندوش علاقة ما نخوضوش فيه خبراء السلطة القانون الدستوري فهم ناس أخرى خاصة الناس اللي كتبت الدستور ناس ما عفتها تقول الحل الدستوري لأزمة الحليمنين شبته تيما بشتقيس على بشتقيس على تعيين الحكومة فهم الفصل يخص كيف يصبح الإنسان في هذا البلد وزيرا عظوا في الحكومة هذية الدستور قسمه على ثلاثة مراحل وقسمه على ثلاثة مؤسسات مؤسسة الأولى هو رئيس الحكومة اختار ومبعدين مؤسسة الثانية هو البرلمان يزكي والمؤسسة الثالثة هو الرئيس يعين ويتلقى ويتلقى اليمين معناها ما تولي أنت عضو حكومة كامل الشروط إلا ما تتعدى بالمرحل هذية والثلاثة مراحل هذية دستورية والثلاثة مراحل هذية الضرورية على قدم المساواة زاد القانون مرحلة أخرى متعلقة بالهيئة العليا لمقاومة الفساد أنه كيف كيف بش يستمر في الوزارة يجب في غضون شهر أو شيء من هذا يقدم معناها تصريح بالمكاسب ما يولي واحد عضو حكومة كامل ويخدم على روح وقراراته عندها نافذة معناها شرعية إلا ما يمر بالمرحل هذية الأربع مراحل إذن لا تنجيم لا تقول لي والله الرئيس اخترق الدستور ولا الآخر عملت رجنو لأننا في خارج الدستور نتصرف خارج الدستور خارج الدستور تحويل وزاري هذا يجري خارج الدستور فهمتني الناس تقيس ما يقول يجب أن تذهب للبرلمان لكي تزكي القانون الداخل للبرلمان بها رئيس الحكومة عملت عديل وزاري ومشي على حد قائمة ومشي للبرلمان بشي تزكي من المفروض القائمة بعد الوزارة يتعدى على رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يرفض رفض شوف ما يكون هنا خارج الدستور الوضع في رئيس الجمهورية ليس المهم هو موضوع المهم هو التعيين في الرايد الرسمي الرئيس هو اللي يبعث تعيين الوزارة للرايد الرسمي والناس حتى حد محكا لي هذا الرئيس أنا نسموه فيه فأرح عمل رسالة قال فهم ناس أنا مانيش موافق عليهم يكونوا وزاراء الاعتبارات أنا مانيش قاضي باش نحكم على الموضوع هذا ولكن هو قال أنه فهم الهيئة بلغاته بجملة من الوحي هذا كيفاش يتحل كيفاش يتحل كيفاش يتحل معناها بدين أن يتحول الأمر من أزمة إلى مصخرة فهمتني يتحل كالناس كيفما يحملوا العقلاء معناها كيفاش يحلوا مشكلهم أما يمشيوا للقاضي يطلقوا واللي هو القاضي شكون اللي هو الشعب يرجعوا لما نمتاعه يتخبنا سخرة وإلا يجلسوا يتفاهموا حال سياسي فهمتني يجلسوا يتفاهموا على طولة الحوار وكهو يحكموا عندنا منظمات وطنية كبيرة جربناها في عام 13 معناها كانت البلاد في أزمة خانقة أكثر من هكا لأننا فهمت دستور ونجحنا باش نخرجنا من الأزمة واخذينا نوبل فالنوبل لذلك الأصل أنه يبقى ديم طريقة لحل الأزمات يعني ونبقى ما وضع حقيقة ووضع على يطاق يعني مشارول البلية ما يضحك ولكن الوضع في بلادنا معناها رأوا وضعنا في الخارج خاصة نظرة الناس لنا نظرة الناس للوضع على الاستقرار للتجربة هذية اللي معناها برشا نيستحكي على الاستثناء التونسي رأوا بدينا معناها نمشي الاستثناء ما في حاجة أخر الدول اللي قاد كنا الناس استقارن فينا بيهم مثلا الأشقاء في ليبي نشوف فيهم مشيين يعني في اتجاه استقرار ومصالحة وحكومة ونحن معناها نوليوشي معناها الرجل المريض نحن في العالم يعني ديمقراطية بدأت ولي رفع يعني ماهيش ماهيش ديمقراطية معناها تملى العين ماهيش ديمقراطية ممكن تحقق الاستقرار السياسي فضلا معناها تحقق النمو الاقتصادي اللي هو اللي هو الناس كل تنتظر فيه فماش عارف أنا مراد شنو رأيك تعليقك على التوصيف سيدة لوتشيزون للأزمة الحالية ويقول لك الدستور هو اليوم السبب الرئيسي في الأزمة شوف اننا نجب كانت تفرق معه في التوصيف هذا سياسي لناشط سياسي مستقل الى ان يتم يخالف لكن مشكلتي ليس غادي مشكلتي اليوم انه الناشط السياسي يعني مش في المطلق يعني اليوم قدامنا الرجل تحمل مسئولية في الحكم وفي حزب حاكم اليوم الحديث في الكرسي المستقل مريح انه تنتقد الدستور تنتقد المنظومة الطبقة السياسية الى غير ذلك لكن انت قبل 4 أشهر كنت وزير في حكومة في نفس المنظومة على نفس القواعد الدستورية متع دستور هدايا الي هو هجين وغير ذلك يعني دون نقض ذاتي دون ربما فك ارتباط مع الماضي بمجرد ان نخرج من منظومة الحكم ومن حزب حاكم انه ولينا تحثوا بأريحية الي هي بالفعل هذا كهو المطلوب هذا هو التشخيص الحقيقي للواقع ومش فقط راهوا لوتفزيزون تحثث كثير من السياسيين الي كانوا وزراء في حكومة المتعاقبة يعني وزير كان مكلف بالتعاون الدولي والتنمية لغير ذلك يتحدث كيفاش عنده مفتاح سهري متاع التنمية في تونس كيف انت كنت وزير ما كاناش تم المفتاح هذا في ذاك يعني الخروج والكثير من الوزراء بصراحة اللي مروا بالحكومات المتعاقبة بعد ما يخرج يتحدث بأريحية ويقول عنده الحس النقدي والحس المعارض والدستور مشبه عنده مرتاح بيكون بمواقف حزب معين أو هيكل سياسي بودنا أيضا هي مسألة ربما لبناء أكثر المصدقية وللإقناع أنه للنقد الذاتي ربما يعني اليوم لو في تونس كان مستشار رئيس الحزب الحاكم في تونس لفترة طويلة سحيح قال أنه كتبت في 2013 تصيغة الأولى متاع الدستور لكن استمريت على مسؤوليتك السياسية كمستشار لرئيس الحزب الحاكم للفترة طويلة هل يعني هذا أنه هناك فشل في إقناعه ربما بأنه يتعدل الدستور أنه يتراجع بعد ذلك ساهمت في منظومة الحكم ودخلت للحكومة يعني كله بناء على هذا الدستور الذي اليوم أصبحنا ما نشراضين عليه هو ربما تطور إيجابي اليوم أنه يفوك الارتباط لكن زاد يكون واضح في التعبير عليه بوضوح بيش نقول أنه ونقاش نتحث بما على الخطاب المزدوججة والخطاب الواحد مع كامل احترامي لكل السياسيين اللي مروا بالتجارة بسواء في الحكم أو في الحزاب الحاكمة كذا تضر مراد حبي حولها إلى محاكمة شخصية يعني نحب نقول للي لا أنا سمحني حتى فرصة عتدني فرصة أنت يعني لا تقلق بالعكس عتدني فرصة بيش نوضح برشاوموريا أو الحاجة وقتل يولي واحد مش موافقة لحاجة في السياسة يحاول يغيرها مش يترك البيت ويذهب يعني هذا غادي عدم تحمل المسؤولين وأنا مش تبارح دخلت للسياسة أنا عندي أتوا وشو وربعين سنة في السياسة اللي أنا مراق أنا من أول الناس اللي ينتقدوا وثيقة الدستور مسواء الدستور ومش انتقدوا في داخل الحزب فقط انتقدوا في خارج الحزب وبعد موافقة والدستور أنا أول واحد تحدث على نظام سياسي الشبه الشبه الهاجين الكلمات اللي تستعملوا فيها لكل الطبقة السياسية والعلام لكل أنا أول واحد في مقال في جريدة الشروق تحدث على الموضوع وعطيت حلول وقتها أول واحد تكلم على خطورة المحكمة الدستورية غيابة وعدم تأسيسها في 2018 في أوج الأزمة بين الباجي قاية سبسي ويوسف الشاهد أنا تحدثت عنه انتخابات راه صعيب تجري في غياب المحكمة الدستورية ورد النهضة ببيان على واحد من أعضاء والآن نتبين صحة الكلام هذا فهمتني مش معناها يستحيل لأنه نجرى انتخابات استحالة معناها عملية للا استحالة سياسية ونشوف المشكل هذا وراء المشكل لا تزيد انتخابات مزور لكثة سنين فهمتني أكثر من المرة أنت سيادتك وشفتك أنت كتبت عن المقالات تحدث علي أن أغرد خارج السرب واني نتحدث استقالتي من موقع المستشار السياسي بررتها بموضوع الوضع السياسي وموضوع عدم تأسيس المحكمة الدستورية حيث نتبع المسيرة لأنها لا يتعب برشة بشير قلت أنه نتفزيتوني عبر على حقيقة نحن كسوحفين ديما كنا نستنير تدويني معناها الخففة مشباهة في السياسة تستنفذ الأسباب وتستنفذ المحاولات هذا هي الحزب الأول والخروج من الحزب الأول لأنه نهرت الذي يخرج من النهضة عرض علي رئاسة المكتب السياسي هي رئاسة المكتب السياسي من الحزب الأول هي أهم من رئاسة أي حزب في البلاد ولكن قلت انتهت القصة لأنه لم نشوف أنه ممكن أنه يقدم من خلال هذه الحركة للبلاد وكانت عندي الشجاعة الكافية لأنني لدي مشاكل شخصية أنا صديق رئيس الحزب وما عندي صراع على المواقع وعندي طموح أن نشارك في حرب الخلافة ولا نشد رئاسة الحزب هذا موقفي سياسي وفكري تعرفوه لأصل أنت تعرف مليح يعني تقول المسؤولية هذه هي المسؤولية هو أن يتحدث تحدث لنخليه بلادنا وكان كل واحد ما يعجبوش الوضع وكان كل عندي أمل نهار من نهار يتغير الدستور هذا بطريقة أو بأخر لازم تغير ولي فيها عندها نظام متناسق يختار الشعب ما ينفعش النيابة في المقضايا الكبرى المفصل الثالث من الدستور يقول أنه الشعب صاحب السيادة وهذا فصل يونيفرسال يعني في كل الدستور يتحط يمارسها عبر نوابه في البرلماء في موضوع القوانين أو عبر الاستفتاء العام في القضايا الكبرى الكليات النظام السياسي من القضايا الكبرى النظام الانتخابي من القضايا الكبرى كيفش نفرزو الناس نفرزوهم عبر قوائم مجهولة تساغ في الأحزاب وإلا نفرزوهم عبر أشخاص يترشحوا وإلا طريقة أخرى في تصعيد الناس التي تترشح للمواقع العلي بحيث هذوما قضايا كلي أنا وذك عليش أنا أقول الطبق السياسي لو كان عندها شيء من الوطنية الآن تسرع نزوزح نعمل استفتاء على النظام السياسي ونعمل استفتاء على القانون الانتخابي شهر في شهر يتحولوا هذوما إلى معناها الدستور يحور وتعمل القانون الجديد ونتمضي البلاد إلى انتخابات رئاسية وبلدية وتشريعية وندخلوا مرحلة جديدة عشر سنين عدناهم قال انتقال الديمقراطي وكذا هذا الانتقال الديمقراطي بذبقين هكا بالدستور بشبق انتقال لن يتحول إلى ديمقراطية بشبق انتقال معناها الصراع هذا يشتد في أعلى هرم السلط وكما قلت لكم معناها ستنتهي التجربة نهاية مايرغب فيها حتى حد إذا الحركة السياسية حركة وطنية نجم ويقال هذا نقول وانتاو لا يتقال من داخل الحزب نقول واحد وقت ينتقل للساحة الوطنية وانه متحر من الاتزامات رغم لي كنت نقول فيه في داخل الحزب وكان واحد يكتب ماذا كان يقول في داخل الحزب تود والناس تبقى بها ولكن مدام فمحواج ماينجم شسكت على قولها للرائل وفي ذلك الحزب وفمحواج اكتفي أنا يقول ها في داخل الحزب سلط وانتي مدام ما حكينا على حركة النهضة انتي قيادي سابقة في الحركة هذه كنت من أقرب القيادات لرئيس الحركة باعتبارك كنت مستشار وسياسي لعدة سنوات اليوم انتي من خارج الحركة منذ نوفمبر 2020 كيف تقيم اليوم اداء سيد راشد الغنوشي على رأس السلطة تشريعية وخلال الأزمة الحالية بين رأسية سلطة التنفيذية هل انه ربما استفاف اليوم سيد راشد الغنوشي الى جانب رئيس الحكومة باعتباره رئيس حزب من بين الأحزاب الداعمة للحكومة ربما اجج الأزمة وخليها تستمر اليوم او ربما يكن يلعب دور أفضل وخير ويوقف حتى الأزمة هذه من خلال نجم يلعب دور توافقي أكثر بين رأسية السلطة التنفيذية كيف تقيم اليوم دور راشد الغنوشي في الأزمة الحالية هو الصفة الأهم اللي بتخلي راشد الغنوشي يدخل في الموضوع ليست رئيسة البرلمان لأنه رئيسة البرلمان ما هوش موقع تعصلتها هو موقع إدارة إدارة البرلمان يعني ما هوش ما هوش فمعنا عندنا ثلاثة سلطة احنا عندنا زوز سلطة تنفيذية الموقع في رئيسة النهضة هو اللي باعتبار النهضة دعم للحكوم معناها في ثلطة عشر الذي ما كانش عنده صفة في الدولة الأستاذ راشد الغنوشي كان باعتبار رئيس الحزب الأكبر ورئيس الكتلة الأكبر في البرلمان فهذا الذي يرتب عليه مسؤولية التدخل ودفع بنفس الروح منتع الثلوطاش أنه نخرج من الأزمة وحالين ترى أنه قاعد كل واحد متمترس في موقعه ويحب مارس ما يتصور وهو صلاحيات لأنه قلنا في القانون في التحوير الوزاري ليس هناك صلاحيات فماش الدستور ما فيه شيء فهمتني كل واحد قاعد يقيس على فصل آخر اللي هو فصل 89 والي هو البرح سالم تاعر رئيس الجمهورية قال احنا مناش في الفصل 89 حيث كل واحد قاعد يتصور اللي هو معناه متمترس بموقع دستوري ما فهماش الدستور ما فهماش هذا معناها احنا في منطقة متع فراخ وقت اللي يولي الصراع بين السلطات في اعلى هرم الدولة في منطقة متع فراخ يولي اختير ياسر يولي اختير ياسر ولي هدد استقرار الدولة مش لاستقرار الحكومة ولا استقرار الاقتصاد يولي استقرار الدولة وهذا معناها في بلاد عندها تقاليد طويلة ثلاثة سنة دولة فيهم مناطق كنا في أوج الحضارة وفيهم مناطق كنا في مانيها حظيظ التخلف في الثلاثة سنة ولكن شعب عنده مانا لا يسمح أن تبقى الدولة متاعك طويلا في وضعك اللي نشوفه فيه تحدثت في تدوينة سيد لطفيزيتون وقلت أنه المشهد الحالي يؤشر إلى نهاية مرحلة نهاية مرحلة معينة ويؤشر أيضا إلى انهيار المنظومة ما معنى هل تقصد أن منظومة 2019 انتهت من خلال الأزمة هذه نهاية مانظمة جديدة منظومة 2004-2011 المنظومة التي جاءت بعد الثورة المنظومة التي جاءت بعد الثورة واللي هي ماناها لماذا تمدت في 2011 شنوالي صار تغيير في طبيعة الدولة دولة انفتحت ماناها ولد نجم تقول تسهيرها يخضع للاختيار الشعبي الحر والنزيح هل يختاروا الشعب يتولى الموقع اللي يحبه وشفنا ناس ماناها كانوا معارضين مدة طويلة للدولة ومبعدين والله في وزارة الداخلية والعادل ورئاس الحكومة بحيث طبيعة الدولة تغيرت طب الدولة أيضا لم تعد تتدخل في هوية الناس ما عندهاش رسالة هواوية ولكن المنظومة الحزبية اللي كانت تتعارض في الدولة هذه اعتبرت ذلك التحرك الشعبي العفوي تلك الثورة الاجتماعية اللي مطالبها لم تكن سياسية اعتبرتها كأنها تتويج لصراع سياسي طويل مع الدولة ومبعدين المخيات المتاحة صورت لها اللي هي اللي قامت بالثورة فهمتني والشعب بتهمش معنى أنه إذا قامت بالثورة فهمتني معنى أصبرانين نتونا ننهاءوا بكم فهمتني هم بينما هم اللي يجابوهم فهمتني في عوض يغيروا طبيعتهم وهذا مرة أخرى 2001 قلتم أنه يجب تغير طبيعة هذه المربعات الديولوجية الضيقة فهمتني تولي التحول إلى أحزاب وطنية وإلا تحل روحها وتتأسس أحزاب على مستوى في إطار الوضع الجديد لا احنا توقع بعد المدة هذه الكل بعد عشرة سنوات نشوفه دواير حتى واحد منهم ما هو قادر يوصل حتى لثلاثين في المياه من من الناخبين تمترسين ما همش منفتحين على بعضهم ما همش منفتحين على الكفاءات ما همش منفتحين على الناس اللي ما همش مقد الجين في البلاد واللي حبوا يخدموا واللي حبوا يخدموا السياسة وبدأت الآن الوضع أسوأ لما الدوائر هذه بدأت تتشقق شنو البديل للمنظومة مكونات منظومة 2011 شنو البديل؟ البديل هو هذا الجيل اللي كان في 2011 كان أولا الناس اللي ما نجمش تستوعبهم من المنظومة هذه واللي حبوا يخدموا السياسة وأنا في تقديري معناها عددهم كبير معناها مئة الألاف الكفاءات متاع البلاد اللي زادة كيف كيف ما نجمش تستوعبهم من المنظومة هذه الشباب اللي في 2011 كانوا أطفال ولي هم توا كبروا ولا عندهم قول في السياسة وعندهم اطلاع وعمرهم يسمح لهم بالانتخاب قالوا ناسا ذوما تبحث في انتاج معناها قوة سياسية كبيرة تحوز أغلبية في أغلبية عدد الأصوات وأغلبية عدد البرلمان وطمثل ما نجموش نعيش حياتنا الكل في أجوام تحكم ائتلافي اللي ما يبدأ بزوز حزاب بعدين ثلاثة بتوا عندنا خمسة حزاب مشاركين في الحكومة هذه وإذا اعتبرنا المستقلين حزب آخر معناها ستة أطراف مختلفة مشاركين في حكومة واحدة هذه ممكن تعمل إصلاحات اقتصادية ممكن تفقرارات مؤلمة ممكن تقنع الشعب بحاجة بحيث ما نتصورش يبن وضع الاقتصاد والمجتمع البلاد الآن ينزم بروز قوة ينزم بروز قوة سياسية كبيرة هل الوقت يسمح اليوم انتظار حتى تبرز هذه القوة وتتشكل وتأخذ بزمام الأمور يعني اليوم تنس تريش انهيال اقتصاد اليوم تنس هذا كلهم سيذهبون تنس مش تبقى يystem تتكين عليم ما نقلت لك انهية هناك تتكين من قبل الموضوع قد تضيح ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات يعني في آخر السنة آربع سنين سباق بين تستقر الأوضاع تبرز هذه القوة وتبدأ تحذر في روح وما بين انه لوضاع تنهار وكما قلت لك فهمة آليات موجودة في الدول معناها تدك لانشا وتشتغل الدولة تحافظ على استقرار الدولة واستقرار البلاد وتمشي لأمور تعليقك مراد ونحن خايفة أن الدولة التونسية تختفي ولكن هذه الطبقة السياسية هي الممكن تختفي إذا وصلت في هذا التجاذب وهذا العدم المسؤولية لواقعها تعليقك على اللي كان يقول فيها مراد يقول لك أن منظومة 2011 انتهت ولازم اليوم بروس قوة جديدة لتأخذ بزمام الأمور هذا قالت القوة اليسارية زادك المنظومة كلها والحكومة المتعاقبة في 2011 اليوم فشلت في أن يتحقق لا أنا بيدي لك حتى اليسار داخل في الحد الصين حتى اليسار حافظ على مربع لديلوجي مخرج كان زادك فيه من الجهة الأخرى أن الأحديث والمراهنة ديمة على الشباب ونتعملوا مع الشباب وكأنه القوة لا ما حكيتش على الشباب بركعة وحتى الانفتاح قلت لك الشباب والكفلات والدولة القوة اللي مستوعبتهاش المنظومة الحزبية الحال وهذا يكون يقول أن الأحديث يزاد على المصارحة والاستفادة من كافة الدولة وهذا ماكثر من شخص واكثر من كيان اليوم يلعب ويراهن على المسألة هذه معناها إلى أي مدى ربما فكرتك أو مشروعك يتقاطع مع المبادرات هذه كل يأني تقريبا كل مبادرات تقريبا اللي صارت بعد 2011 بسنطناء الأحزاب العقائدية والهديولوجية الكثير منها قامت على هذه الفكرة الشباب والناس اللي عملت الثورة والكافئات من الدولة اللي تم يقصائها بحاجة أنني كانت محسوبة عن نظام القديم اللي غير ذلك وعندك أنت موقف متقدمة حتى من المتساترب والعائلة الدستورية الكبيرة إلى غير ذلك والموقف من بورقيبة ومن بالعلي إلى غير ذلك يعني شنو ربما الضمانات من نجاح مثل هذا المشروع طالما أنها جربت الفكرة وما نجحتش نجرب وديما نجرب ومدام هو تجاه صحيح نجم أفكار مش معناها أنه ما نجحتش معناها ما يش صحيح وقتري تحط البوس لمتاعك البلاد ومصلحة البلاد توحيد البلاد واستقرار البلاد هذه بوسة صحيح نجم الظروف تسمح بأنك تحقق فيها نجم الظروف ما تسمحش فهمتني وإحنا في الأخر أعمارنا محدودة بشر فهمتني وعندنا تجربة في 2013 اللي قام بيها الأستاذ البيجي قيت سبسي وفي ظرف سنتين أنتج قوة معناها سياسية كبيرة حاسة الأغلبية وكانت ممكن تكون كانت ممكن تكون نوات معناها منظومة جديدة توجه للمستقبل لولا أنه معناها مراضة الماضية اللي فيها خلتها تنهار وإحنا جزء كبير من الأزمة العاني فيها هو هذا الانهيار الغير متحكم فيه تموليسيون كونترولي متاع نيدة تونس بنيا كبيرة خلقت وانتم بعدين طاحت شظايا خلت فراخ حتى المنافس المنافس الرئيسي وصلت له القسام القاعدة الاجتماعية الإسلام السياسي على زوز حزاب تنهي تأثيرات الانهيار المدمرة لإداء تونس بحيث مش ديما ما نشهدش نشهد على الطبقة السياسية ولكن ما نعناش من المحاولة والمحاولة تتأكد الآن في ظل الأزمة هاني انت قولي شنوري تعمل ووضع نعرف الشارع التنجم في أوضاع الأزمات الشديدة الشارع يولي مبرر يتعمل أليبي تدخل قواء لا تحب الاستقرار لا تحب واحد وتولي أليبي لا تحويش معناها لا تحويش مصرح كيبليا هل العاجل اليوم للخروج من الأزمة الحالية سيروتفي؟ انتخابات مبكرة؟ بالنسبة لي انتخابات مبكرة هي الحالة التشريعية؟ نحن لازمة في الحكومة قبل محكمة دستورية قبل تغيير النظام والزام في الاطرية لا 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 بلتضرر لا 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 بالضروري كل ذلك يقول فيها بالآن لا تحب المعرفض لا يمادون الاستقرار لا تحفيهم منك إذا كنت تحويف منك استطلع مبكرة ت LMN نحن أيضا على أتBE أنه د 미ف hunter لا تحقي توضية نفению على أستطلع مبكرة الأصلاح present زيتون الناشط السياسي والقيادي السابق بحركة ناظر. شكرا لك سيد لطفي زيتون على حضوركم معنا. شكرا لك صحفي بجريدة صحافة مرادة على ليلة. شكرا لكامل الفريق هايثم والناس في الهندسة الصوتية. مريم مناع.